بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في هذا الفيديو سنتناول قصة جديدة غريبة وعجيبة في يوم من الأيام نزل بعد صلاة المغرب مكثت شيئا هكذا مدة بعد صلاة المغرب في المسجد ثم نزلت وقد أظلمت أظلمت السماء وكانت الإنارة العمومية في الشارع منطفئة نوعا ما بعض المصابيح تعمل والكثير منها لا يعمل فمررت أكرمكم الله على المكان الذي نقوم بتفرغ القمامة أين توضع الأكياس التي فيها قمامة مررت وبالصدفة وقفت فسمعت صوت شيخ كبير يقول هذا كل ما يوجد كطعام هذه الليلة سمعته بالدرجة بالعامية التي نتكلم بها في الجزائر فقلت من المتكلم فلما التفت فوجدت قطا أسودا له له حاجبين أبيضين سبحان الله وكانت عيناه مستديرة كأنها عيني إنسان ليس كعينين القط ورأيته يحاول تقطيع إحدى الأكياس لم يكن ثم لا شيخ ولا رجل ولا أولاد كنت أنا وكان ذلك القط فلما مرت سيارة أضاءت رأيته جيدا بحلق بعينيه في وجهي ثم انطلق تحت سيارة واختفى تحتها سبحان الله لقد كان ذلك حقيقة ولم يكن من الخيال أو الوهم عندما كنت صغيرا كانت جدتي عليها رحمة الله تحكي لنا قصصا وتقول بأنه عندما كانت الدنيا تتكلم أي كل شيء يتكلم الحيوانات تتكلم والإنسان وهكذا فكان الجميع يضحكون على جدتي يقولون لها إنها مجرد أساطير وحكاية هي تقول لا بل كانت حقيقة وأنا كنت أصدقها سبحان الله حتى شاهدت الأمر مشاهد رأي العين سبحان الله سمعت قطة تتكلم وبعد أيام رأيت على إحدى الفيديوهات أخ راقي معروف في الأردن يقول نفس الكلام يقول الأخ الراقي وهو يتكلم عن الجن وعن القطة وهكذا لأن من الناس من يقول بأن الجن يتصور على شكل قطة يقول هذا الأخ الراقي قال في يوم من الأيام أخرجت كيس قمامة بعد المغرب لأرميه خارجا خارج الدار فصادف قطة في طريقه فأمسكت بطرف بأحد أطرافها الكيس وقالت له ضع هذا الكيس من فضلك هنا قال فوضعته وعدت إلى البيت وأنا ألتفت ورائي وهو يقطع الكيس ويخرج ما فيه قال لقد تكلم معي القط كلام أفهمه سبحان الله وقد قال النبي عليه الصلاة وسلام عن ذلك الصحابي الذي تكلم معه الذئب فقال قال الذئب رزق يسوقه الله إلي تنتزعه مني بعد أن تازع الرائي الشات من فم الذئب أنقذها فقال الرائي يا ويلي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فذهب إلى رسول الله وقص عليه القصة فقال له وللصحاب لقد صدق لن تقوم الساعة حتى تكلم السباء الإنس كلاما يفهمه يا سبحان الله وفي أحد الأحاديث سبحان الله أنظر حتى النبي عليه الصلاة والسلام متأثر بأن بهذا الكلام من يقول بأن الحيوانات خرافة لا تتكلم نراها في الحكايات فقط تتكلم في الحقيقة لا تتكلم النبي تأثر من هذا في يومنا من الأيام صعد النبي عليه الصلاة والحديث مشهورة صعد المنبر وحدث الناس فقال كان في من قبلكم رجل صعد على ظهر بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقت بل خلقت للحرف ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصدق هذا ثم قال وعمر يصدق هذا فقال الراوي فحرت ف لماذا قال النبي وعمر وأبو بكر فالتفت إلى الناس فإذا بهم كأن على وجوههم كأنهم لم يصدقوا كلاما فتأثر رسول الله من أن الناس لم يصدقوا كلاما فاستشهد بعمر وبأبي بكر بأنهم يصدقان كلامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك